يعني اه طيب انا عايز عايز اسأل خراك عن عن ال يعني النهاردة كانت وزارة التضامن الاجتماعي بتتكلم عن الالاف من المصريين اللي كان في الظرف الطبيعي ربنا حيكتب لهم اتمام الحج وبسبب الظروف اللي العالم كله عايشها ما حصلش نصيب الناس دي ربنا يديهم الصحة وطول العمر الفرصة جت اتكررت الحمد لله ما اتكررتش يحسب لهم اجر الحج تقولش احنا عاديم في طابونا او عاديم في بقالة ومن حاسب الناس يعني سيبلك هقولك حبيب الله العظيم العلم واجع ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الحجة وركز في الكلامي ارجوك انا بكلم المشاهد يا شريف يعني بقول المشاهد ابو سئيدك ركز في الكلامي عندما فا حاضر يا حبيب عندما فا راض الله الحجة مرة في العمر ركز بس مرة يعني مرة واللي هو زعلان ده وبقولك انا اكتبها للسنة الجاية ليه حج 17 مرة قبل كده فبرضو احنا محتاجين مراجعة ده احنا قلنا عرفة نعرف يعني الاستاذ ده اللي هو نفسه يحج الله يحقق له مراد عشان برضو اخواننا اللي هم عايزين يستاذوا سمك ما يبتكلش اه يعني الله يكتب له مراد بس انا عايزة والحاجة قالوا لله على الناس يحجوا البيت من استطاع اليه سبيلة السبيل تلت حاجات ده اللي انا هقالفه الكتب اللي محنش بقراه فضل السبيل تلت حاجات فلوس وسحة وامنة طريق كويس توفرت اللي محجشوا معاه فلوس والدنيا التلاتة دول متوفرين يشوف له مين لا يموت عليها غير الاسلام هكذا قال سيده الانام صلى الله عليه وسلم اللي معاه فلوس وقادر صحيا والطريق امن ما فيهوش الهكسوس ولا التطار ولا حرب ولا ولا حتى بين المؤمنين قتال مشتزم الهكسوس يعني يعني فيه امن في الصفر ويقدر يؤدي المناسك وإلا يأجر واحد مكانه ابي لا يستقر على الراحلة كان ابوها كبير وحدة ست كان ابوها كبير كل ما يحطوه عن ناءه يقع هل ان احج عنه قال لها نعم باختصار الحديث يعني فيحج عنه وليه او حد تاني حج عن نفسه وتنتهي القضية احنا عندنا حاجة اسمها سقوط الفيضة يعني اللي يقدر والطريق امن وصحيته كويسة يروح يحج ويرده والواجه الظرف اللي احنا عندنا ده النهاردة علشان انا قدامي دقيقة معزور يا فندم انا بس عايز اقول حاجة يا فندم المعزور انا ببوس ايديه ليلت ولا يعجن ده اللي انا عايز المسلمين كلهم يعني انا عايز المعزور ده يقول الحمد لله وهو يبقى راضي ويبقى النية موجودة يا فندم كويس انهو ما سمعوا كلام ده والنية موجودة يا فندم والنية محلها القلب والقلب يا فندم ما فيهوش اكسبريشن ولا نطق وانا حاختم محرك بمعايدة وكل صحرك طيب وكل الناس اللي حوالينا ولي بيتابعونا بقالف صحة وخير وسلام يا رب يا فندم ونشوف حركة على خير ان شاء الله بعد انتهاء الاجازة على خير ان شاء الله وعلى كل الناس شكرا جزيلا الدكتور مبروك